في هذه الأصفار عم بيختم رجل الله موسى للجيل التالي الجيل اللي لازم يعبر الأردن ودخول أرض كنعان عم بيعطيهم توصيات وهي التوصيات أحباء ابتدأت في سفر التثنية إصحاح 28 وهذا الإصحاح يسمى إصحاح البركات واللعنات وهذا الإصحاح يتعلق بكلمتين والكلمتين يعني إن سمعت أو إن لم تسمع في بداية الإصحاح في 28 يقول إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصياه التي أنا أوصيك بها اليوم يجعلك الرب إلهك شعب أو مستعليا على جميع قبائل الأرض وبعدين بيتكلم عن كل البركات نتيجة السمع السمع هون الكلمة العبرية الشمعاء تعني سمعا وطاعة في نفس الوقت وخضوعا لكلمة الله فبتحل عليك البركات لما بتسمع لصوت الرب بتكون مبارك في المدينة في الحقل ثمرة بطنك أرضك دخولك خروجك يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك يزيدك الرب خيرا في ثمرة بطنك يفتح لك الرب كنز الصالح السماء لتعطي أو ليعطي مطرا وهكذا يجعلك الرب رأسا لا دنبا وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط لكن من ناحية تانية يقول ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصايا وفرائضة بتكلم بقول تأتي عليك اللعنات ملعونة تكون صمرة بطنك يرسل الرب عليك اللعن والإضطراب يلصك بك الرب الوباء حتى يبيدك من الأرض تكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا يعني حتى الصلاة لا تستجاب يجعلك الرب منهزما أمام أعدائك تكون قلقا في جميع ممالك الأرض يضربك الرب بجنون وعمن وحيرة قلب مظلوما مغصوبا فلا تكون إلا مظلوم ونصحوه كل الأيام وتكون دهشا ومثلا وبيتكلم عن يعني يكون لك زيتون ولكن بزيت لا تدهن وهكذا لأنك لم تسمع صوت الرب إلهك وبعدين بقول إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا النموس المكتوبة في هذا السفر لاحظ الكلام لتهاب هذا الاسم الجليل المرهوب الرب إلهك واليوم أنا عم بفكر وأنا بقرأ في الآية كم من الناس اللي بتستهين بالرب فالخطيه هي احتقار واستهان ضد الرب بلاش كم من الناس وهي لا تدري أنها كما يقول الكتاب لا تنطق باسم الرب باطلا كم الناس اللي بتحلف واللي بتكذب واللي بتعيش حياة الكذب والرياء والتملق بتعيش حياة خادعة ومخدوعة بتعيش حياة يعني في داخل الشيء وأمام الناس في الشيء ولكن الرب قال من ثمارهم تعرفونهم فإذن حتى يعني بقول هذا الاسم الجليل المرهوب كم من الناس مثلا في الشرق الأوسط التي تنطق باسم الرب كم من الناس أمام كل جملة بيستخدموا كلمة الله وبيحلفوا بأله وكل كلمة بيبرقوها في الله بلاش كم من المؤمنين اللي بتقول أقول الصدق وأتكلم بالصدق ولكنه كأنه يحلف لأن الكتاب يعلم ليكن كلامه كنعم نعم ولا لا فمنستخدم حتى التعبيرات لبروفيشنل في لغتنا حتى يعني كأنه الله يصبح مخلوق على صرعتنا منجيبه في كل الأوصاف وفي كل الكلام بتاعنا حتى نحمي أنفسنا ونبرر أنفسنا ونكون في الصورة الجميلة صورة طبعا البر الذاتي ولكنه هذا رياء موسيقى